اشتركوا في القناة ونظف عند العائلة العائلة في هذه الأرض المقدسة العائلة بالمطلق ولكن ننظر إلى العائلة المسيحية وليس العائلة المسيحية بالمطلق العائلة المسيحية هنا وفي أمريكا في فرنسا ولكن العائلة المسيحية في هذا المشرق على امتداد مؤسساتنا ومجتمعاتنا وجماعاتنا الموجودة هنا وأيضا في من جمهورنا في بلاد الاغتراب كيف ترون واقع العائلة المسيحية الآن أنت الأب الذي اختبر من خلال هذا الاغتراب مع العائلة عندما كنت في روما للدراسة حقيقة اكتشفت أن الإنسان هو الإنسان والعائلة هي العائلة في كل زمان وفي كل مكان وتعاني في كل أماكن تقريبا في البعد الأنثروبولوجي والإنساني والتحديات الثقافية المعاصرة اليوم التي جعلت العالم قرية متقاربة ولكن في خصوصية لكل بلد في خصوصية ثقافية تقليدية في كل بلد إنما العائلة في كل مكان مقدرة محترمة مقدسة بالتنظير بالتنظير ولكن قليلون من يعملوا من أجل خيرها فلنتفق الكل بحب العائلة والكل يكتب أجمل الأشعار والنثر والوعظ والإرشاد حول العائلة ولكن قليلون من يشمروا ويعملوا مش فقط من أجل العائلة ولكن مع العائلة نحن كثير من نحكي عن العائلة ولكن قل ما نعمل مع العائلة لذلك العمل الرعوي هو هذه الشراكة والكنيسة لا ترى العائلة مشكلة يجب دراستها وتحليلها إنما تجد فيها دعني أجد الكلمة شراكة متبادلة للخير والمنفعة للمجتمع ولها وللعائلة لذلك العائلات في كل مكان أو العائلة في بلاد وفي غيرها تعيشوا كما يقول التقييم الختامي لسنة السنة 2014-2015 هناك أضواء وهناك ظلال بمعنى هناك أفرح وهناك أحزان في كل عائلة في بلادنا الحمد لله بشكل العام أمور العائلة أفضل من أماكن كثيرة كإطار اجتماعي ما زال يسندها يعني الإطار الإنساني التقليدي في بلادنا في نوع من التضامن المجتمع ما زال يسند العائلة كإطار عام ولكن كحافز أو كرادع صدق في بلادنا أظن الأمرين الأمران متوفران في بلادنا مرات نحتاجه هذا الحافز السند ونجده وفي بعض الأوقات تحتاج كأب أنه لن تظهر صورة الأب المسؤول والذي قد البعد الاجتماعي يتوجه بكلمة يقول لا يقول الأب لكن أرى المجتمع كصورة عامة أنه المجتمع يردع بعض السلوكيات بهذا المبدأ نعم وهذا الردع هو للمحافظة على الخير العام